اعزائي المشاهدين اهلا بيكو حلقة جديدة من برناميكو صفحة وصفحة حلقتنا النهاردة جاءت مباشرة مع امتحانات صف الاول السنو اللي احنا اشتغلنا عليه فترة طويلة وجبنا السادة المستشعرين تحدثوا على نظام الامتحان وشكل الامتحان وكيفية اجابة الطالب وكانت القناة التعليمية قناة مصر التعليمية هي الرائدة في هذا المجال وهي اللي جابت المستشعرين هي لريحة الاولاد وهدت من روعهم بالنسبة لهذا الامتحان لدرجة ان فيه اللي تابع القناة التعليمية لما دخل الامتحان كان فيه عنده استعداد تام للامتحان لانه هو عنده خلفية من خلال السادة المستشعرين لما تحدثوا عن نظام الامتحان وشكل الامتحان الامتحان لما بدأ بدأ فيه نوع من الاعتراض ونوع من التأييد كاي شيء في الدنيا خلقوا ربنا مش هيلاقي تأييد كامل من كافة الاطراف البعض من اولئة الامور قالك الامتحان صعب وبعض الطلبة قالوا الامتحان صعب والبعض الاخر قالك لا الامتحان جيد واحنا محتاجين هذا النوعية من الامتحانات عشان كفاية بقى حفظ كفاية مشاكل مع المناهج اللي كانت بتسقل الولاد بشكل كبير جدا انما فيه ظاهرة كويسة اوي ظهرت مع هذا الامتحان ان السناتر كانت خاوية من طلاب الصف الاول السنة ومحدش بيروح لان الامتحان فضح عمليات الحفظ والتلقين وفضح الاساليب بتاعة المعلمين بتوع الدروس الخصية ودي كانت نقطة من اهم النقاط الايجابية اللي كانت تسعى اليها وزارة التربية والتعليم ان هي عايزة نظام التعليمي جيد ما يكونش الهدف فيه هو المجموع وعايزين نجيب مجموع كزا لهو الهدف منه هو التعلم عايزين علماء في كافة التخصصات مش مجرد انا عايز واحد يحفظ يجيب لي 99% وبعدين اوديه الكلية وما يكملش في هذا المشوار لان الحفظ لا يفيد فيه يعني قدرات العليا بالنسبة للكليات الكبيرة جدا سواء كليات الطب او الهندسة او التكنولوجيا دي عايزة نوعيات معينة من الطالب اللي هو الفاهم او الحفظ واحنا جاءت تواصلنا بكاميرات معساس الاهرام وكاميرات الصحف احنا لحظناها ان هي موجودة في عديد من المدارس لاحظة ان السناتر خوية من طلاب الصف الاول السنوي ودي ظاهرة جيدة وظاهرة احنا مبسوطين منها جدا وخاصة اولئة الامور اللي عندهم طلبة فهذا معناه ان المرحلة التلات سنوات اللي جايين بتوع النظام الجديد بتاع السنوية العامة مش هيكون في دروس خصية ما هيكونش في اسقال على ولي الامر انما بالنسبة عايزين نتكلم برضو دكتور طارق شاوي وزير التربية والتعليم طمن اولئة الامور الاولئة الامور الانين اللي بيتكلموا عن التسريب بيتكلموا عن الغش وان الامتحان صعب لا الامتحان مش صعب وانا عن نفسي شخصيا تواصلت مع مدير المركز قاوم الامتحانات والتقويم التربية والدكتور رمضان محمد فقال ان الاسئلة اساسا هدفها هو قياس قدرات الطالب وليس الحفظ ولما جئنا اتكلمنا على الاوبن بوك الاوبن بوك يعني اوبن بوك يعني كتاب مفتوح هذا الكتاب ممكن يعني هيساعد الطلاب في ايف مش ان هو هيغش منه بيساعد الطالب ان انا مش عايز احفظه النظرية النظرية دي ممكن يعني لو حفظها ممكن ما عارش يجاوب انما هو لو طلعها من الكتاب هو انا عايز منه الخطوات او ما فهمه من خلال تلك النظرية مش حفظ النظرية لان الحفظ والتلقين هو امكان اللي ادى الى تراجعنا من سنوات طويلة في مجال التعليم فيه خبر تاني كان تكلم عنه عشان يطمن اولاية الامور الدكتور طاري شاوي وهو التابلت قال ان التابلت موجود في المخازن عندنا وهي كميات صغيرة هي لذا وهيتم ان شاء الله توزيعه عن المدارس بعد اجازة نصف العام فيه حاجة تانية ضريفة بالنسبة لموضوع التابلت انه هو هيكمل على المشوار بتاع سناتر والغش والتسريب لان الامتحان هيكون مباشر من على التابلت فهيكون الطالب والتابلت هم المتواصلين على الاسئلة ما فيش حد تالت في النصف مش حدش هيقدر يسرب الامتحان فاحنا عايزين نصبر عايزين يعني نقف جنب النظام عشان نقدر نقيمه صح في النهاية لان الامتحانين الطالب اللي مش هيروح الامتحان ده او الامتحان بتاع شهر مارس مش هيعرف يتدرب على الامتحان بشكل كويس وبالتالي هيفقد كثيرا من الدرجاته في الامتحانين الاخر الامتحانين اللي هما هيكونوا في شهر ممكن مايو او في شهر ابريل ومايو اللسه متحددش الامعاد بتاعهم امتى انما هيغسر كتير او الطالب اللي هو مش هيروح الامتحان او مش هيتابعه فانا عايز الطالب اتابع الامتحان بشكل كويس عشان يتدرب عليه عشان ماييجي في اخر السنة مايواجهش حاجة اه فيها مشكلة آه هذا النظام عايزين نصبر عليه عشان نقدر نقيمه عشان نقدر نحكم عليه مش انتقادات 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 لا تفيد انما تشتت ما بتخليش حتى المسؤولين بيفكروا هما هيعملوا ايه من كتر الرد من كتر يعني الاجابة على التساؤلات لا سيبوا النظام يمشي وفي الاخر نقيمه عشان لو حصلت مشكلة يتحمل المشكلة ان احنا نتجنب الاخطاء بتاعته في الفترة اللي جاية ونعظم الايجابيات ده المهم احنا لازم نوقف مع اي تطوير ما نعودش نهاجم في التطوير نهاجم 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 يبوا مش هناخطه خطوة للامام والى الابد في جانب اخر من جوانب النظام الاولى سنوي وهو نظام التقويم الامتحانات الجديدة مش هنقوم نظام سنوي عام جديد لانه هو بيعتمد على التقويم ما بيعتمدش على نظام جديد للسنوية العامة لان المناهج كما هي قائمة لم تتغير فهو التعديل اللي تم تم فيه عملية التقويم وليس فيه عملية الامتحان عشان كده هنتكلم عن تدريب المعلمين وعلى دور الاكاديمية المهنية للمعلمين ومعانا الدكتور مجد امين مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين شرفتنا دكتور مجدي وانا اعطلت عليك معلش احنا خدنا الفترة اللي باتت ويمكن تفردت قناة مصر التعليمية ان هي يمكن قدمت جزء كبير جدا من تهدئة الولاد وتخوفهم واولاء الامور من نظام امتحان الصف الاول السنوي من خلال السادة المستشهرين وشكرا لدكتور طارق شوقي ودكتور محمد عمر ان هما سمحوا لهؤلاء الاساتذة الكبار اللي هما مسؤولين عن الامتحانات في مصر ان هما يكونوا ضيوفا للقناة مصر التعليمية فعايزين فيه البعض من التلفونات اللي كانت بيتيجي والتسألوات اللي كانت بيتيجي بتقول ان تدريب المعلم لاصف الاول كان غير كافي ايه رئيساتك بسم الله الرحمن الرحيم هو التدريب مش غير كافي هو التدريب على اساس اي حاجة جديدة بتتم تما معالي الوزير قال والدكتور محمد عمر دايما ان اي حاجة جديدة دايما بتقابل بانتقادات بانتقادات وبخوف وبرهبة لكن في الواقع التدريب تم كويس اوي ومركزين على ان التدريب يفضل يبقى مستمر مش تدريب فترة وخلاص زي ما كنا بنعمل زمان او في الاوقات السابقة انه تدريب خلاص ثلاث ايام او خمس ايام وخلاص المعلم او تدريبات التراقي او بكل او كل انواع التدريبات لا احنا ابتدينا فعلا في الاكاديمية من الفترة اللي فاتت ان احنا ازاي نخلي التدريب يبقى مستمر طيب التدريب هيستمر ازاي ان على الاقل لكل فترة هنعمل لهم برامج تدريب اخرى وده اللي احنا بنعمله فعلا في الاكاديمية في الفترة اللي فاتت انه بنطور ونحدث كل الحقائب اللي موجودة عندنا ووصلنا لغاية النهاردة حوال 36 حقيبة تم تحديسها وتطويرها في ضوء النظام التعليمي الجديد يعني حتى بعد كده هيبقى برامج التراقي داخل فيها بنك المعرفة وبخوص الفعل حسب كل برنامج وحسب كل فئة احنا بنرأيها لان الاكاديمية ما نقطة بترخية المعلمين ومش بتدريبهم وعملين تصورات كتيرة وحاجات كتيرة نتكلم عليها ومكترحات لكن التدريب مش كانش قليل لكن هو هي هي المناهج واحنا بس بنحاول نوصل الافكار للمعلمين فجت هي التلاتة يام اللي هم بدربوا من خلالها هيعمل لهم تدريبات تاني بعد كده يعني تدريبات متوالية ان شاء الله هو كان الدكتور محمد كنت اتحاورت معاه هنا في هذه النقطة بما تعلق بالتدريب قالك ان ان الدكتور طرق شاوئي ووزارة التربية والتعليم في خططها جديدة لا تهدف لا تهدف الى التدريب المرة واحدة انما التدريب المستمر حتى خروج المدرس للمعاشي يعني مش تدريب وقتي للترقية او تدريب وقتي عشان منهج انما هو تدريب مستمر للمعلم طوال حياته الوظيفية طيب سيادتك يا دكتور انت قلت ان هي ان هو اشتغل تلات ايام بالنسبة لأولى سنة هل في خطة قريبة برضو عايزيني نطمن المعلمين وخاصة ان انا داخل على امتحان التجريب التاني في مارس وبعد نص سنة وبعد كده هنخش على الامتحان الاساسي اللي هو هيحسب عليه المجموع بتاع الطالب كنت عايزة شوف لو في خطة زمنية محددة لهذا المعلمين في خطة زمنية وفي احنا في خطة زمنية موضوعها بس المرتبطين بالاجازة بالمعلمين ما يتفرغوش من المدارس لان دي جاد بتسبب لنا مشاكل فكل ده مرتبط بالخط لكن التحديد معاد لسه الدورات تم اتباعا يعني معانا تليفون مع السيد محمد من القاهرة أهلا بيك محمد علو علو السلام عليكم السلام عليكم حضرتك دلوقتي انا عايز اسأل عن الانتحان العربي اللي حصل فبيقولوا ان هو انتصرب لا في في نقطة معينا محمد عزيزي نتكلم فيها ان ده امتحان تجريبي مش امتحان آآ عليه مجموع يعني هو لما يتصرب والطالب بيحله قبل ما يروح الامتحان فهو ما تدربش عليه يعني ولا حاجة يعني هو ما سفدش آآ منه يعني فالتسريب مش لصالح الطالب يعني ده اللي امتحان اوبن بوك ده امتحان اوبن بوك هيتصرب يعني يعني يصرب هيعمل ايه وبعدين بيعتمد على الفهم مش على الحافظ ولا التلقين يعني حتى اللي هيصربه له يعني ملوش اي بعنى ولا اي داعي انما دي اكيد شوشرة من الناس اللي هم ضد التطوير لكن هي الفكر ده اوبن بوك يعني اصرب في ايه وبعدين لازم عنده وقت معين على بال ما ياخد هو الامتحان او يعرف الاسئلة ويدور حتى في الكتاب عشان يقدر يفهم احنا بنقول الاجابات بتاعتبت هيكون خلاص الوقت ده مش يلحق يدوه له تاني مش يلحق يعمل حاجة يعني ظاهرة اكيد لا مش شكرا محمد نواصل لدكتور الحديث عن تدريب المعلمين اه تدريب المعلمين زي ما قلت لحضرتك بصفة عامة احنا عندنا كزا مجل التدريب يعني مثلا لو جيء الموجهين او المديرين اما يتقدموا لوزيف القيادات عمل لهم تدريبات معينة لو جون في تدريبات عشان يتم ترقيتهم اللي هي احنا معمولة كل خمس سنوات بنقدم لهم برامج تدريبية كل البرامج دي هتقدم التطوير وهتقدم العملية التعليمية الجديد والنظام الجديد هل تختلف التدريب من زمان اه اختلف دلوقتي ما هو من خلال ايه ما هو من خلال الحقائب التدريبية ودي قلت لحضرتك ان احنا بنحدسها وبنتورها في ضوء النظام التعليم الجديد عشان يبقى كل حاجة بنعملها في الاكاديمية بتخدم النظام ده اه ازا كان من خلال بنك المعرفة او التدريبات احنا دربنا في الالفين وتمانتاشر خمس مية واتناشر الف معلم على بنك المعرفة وبحوث الفعل حتى لو كان فيها سلبيات فيها مشكلات فيها اي حاجة تدركناها وعرفنا احنا هنعمل اه اتعمل فيها ايه والمعلمين بس اتدربوا ودخلوا على بنك المعرفة ده هيقربهم بنسبة مش لا حد ما بنقول بنسبة لكن خمسمية اه واتناشر الف معلم خمسمية واتناشر الف معلم ده كان للترقية ده كان للترقية بس على ايه على بنك المعرفة وبحوث الفعل يعني فدهم في التعليم في النظام التعليمي الجديد فده هيفدنا في التطوية دي جزئية اللي جاندنا سنة في يناير المفروض بداية العام ده او في شهر فبراير اللي جاي عندنا تمانين الف معلم هتدربوا برضو هتدربوا لترقية بنحدس دي ده في شهر كم ده ما حددناش المعات بس بالزبط كده يعني يمكن فبراير ان شاء الله بنحاول برضو نحاول نخلاه يمكن في في نصف العام او حاجة على اساس يبقى المعلمين متفرغين اه لموضوع التدريب وده برضو بعض المشكلات اللي حصلت قبل كده بنحاول احنا نضغضاها في الفترة اللي جاية وبنحط فيها برضو ازاي يعزا ندربهم على التابلت على النظام الجديد على الشغل الجديد كل حتى لو اه مش عامل حتى لو حاجات انا اه تليفون اه دكتور اه اه صلاح من القاهرة انا بيك الصلاح السلام عليكم يا فنم السلامة باركاتكم اه لو سمحت انا بس عايز اعرف انا ابني في سنة اولى سنوي فعايز اعرف اه بالنسبة له التابلت طبعا هو يروح اولى سنوي منازل. اولى سنوي منازل. اه. لا هو الغايد دلوقتي انا اللي انا اعرفه ما اعرفش اه فيه جديد ولا انا اعرفه ان كل طلاب الصف الاول السنوي على مساوي الجمهورية. اولى سنوي منازل عايز اعرف ايه موقفه من استلام التابلت يعني. لا اه هو كان ساتة الوزير عامل تصريح بما فيها حتى المدارس الخاصة مش مش المنازل بس يعني ان كله هيحصل على التابلت. لان ده ده نظام تعليمي وهو ما فيش فرق ما بين اه المنازل او حكومة او الحكومة او الخاص. لان هو في الاول هو طالب مصري. فهو هيدرس على يعني هيمتحن اخر السنة على التابلت. فلازم هياخده. زي ايه زي اي طالب يا. يعني مسلا اولى سنة ومنازل لهم تابلت ولا ما اولا اه ولا يتنظمهم بيها. هيدوم تابلت بعد الان شاء الله هيبدأ توزيعه بعد اه اجاز نص العام. ان شاء الله ده 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 تصريح كان للدكتور طرق شاو وزير التربية والتعليم. اه. اه. طب يا فان. شكرا لك استي صلاح. دلوقتي التمانين الف معلم اللي احنا ها. هيتم تدريبهم ان شاء الله في فبراير القادم ان شاء الله. اه. تمانين الف معلم ان هندرقهم في فبراير. ده 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 تكملة العدد بتاع. ده. اه. الترقي. لا دول اه. اللي هما منوطين بترقيتهم في الفين وتسعتاشر. اه. فده اللي هو دورهم. ان هما دورهم. زي ما خلصنا في الفين وتمنتاشر. الخمسمائة وتناشر دول واصفروا على ربعمائة وتمانين في الاخر. اه. لان اللي عنده مشكلة ولا تلع معاش. وصلنا لغاية اه ربعمية وتمانين الف تقريبا. اه. فاكدنا حتى منزلين يا دكتور هو نعم. على على الشاشة دلوقتي على اه نظام التابلت وتوزيع. توزيع ان شاء الله ان شاء الله. على كل طلاب مصري اه. اكيد اكيد ان شاء الله بازن الله. ان شاء الله بالزل. اه. فاحنا بنساعد في الاكاديمية طبعا منوطة بتدريب المعلمين والموجهين المديرين. لاي تدريبات احنا منوطين بيها. مش الاكاديمية هتدرب. لا حتى مكترحات احنا عاملينها ومقدمها للدكتور محمد عمر اللي عرضها على معالي الوزير. ان احنا الاكاديمية بعد كده برضو في نضم يعني احنا بس بنبدأ اه زي ما علمنا الدكتور طاري وبنقشين واحدة واحدة. على اساس تتطور بمنطق وتطور بجد. مش بيبقى كده. فاحنا فعلا اه مكترحات مقدمينها. ان الاكاديمية خلاص مش هتدرب حاجة بعد كده وبنحط ازاي نبقى المعلم معه رخصة مزولة المانا. اه الرخصة دي اتكلمنا فيها قبل كده. اه وبنحاول ان شاء الله المكترح اه يتطبق ويتوافق عليه. و اه يبقى المعلم بيقرأ لوحده هنعمل بروتوكولات. بالفعل عملنا مع بعض الجامعات بروتوكولات. يبقى المعلم هو المعلم قيمة وقامة. والمعلم المفروض هو يقرأ. وفي معلم شهده. في معلم متواصل في معلم كده. لا احنا هنفتح لكل المعلمين ان هو اقرأ. هنزل له الحقايب على موقع الاكاديمية. المواد التدريبية. وهنفتح لكل الجامعات. يعني اللي عايز ياخد اه اه تدريب على الحقيبة الماينة لت لترقية او من اه لنفسه كده بصفة عامة. ياخد ويقول له هو عايزه يعمله. بس. معانا تليفون تانى لكل اه احبيتك كتير يعني. معانا هلال من المينيا قال بيكا سهلال. الله يخليك يا سيري. اه سلام سلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. وممكن يعني عايزين نعرف نظام التابلت دول. يعني الطالب هيخدش بيه الامتحان هيامتحن من خلال التابلت نفسه. اه اه هو احنا بمعال الوزير جاي بالتابلت ايه بيوزعه ليه? عشان الطالب يمتحن. يمتحن عليه ويذاكر عليه. ويقرأ عليه ويذاكر عليه. كل المواد عليه كمان. والفصلة هيبقى مع المعلم هيتابع معاها. المعلم يبقى ميسر داخل الفصلة على التابلت. طيب يعني هو دلوقتي هو هيخدش. يمتحن الطالب هيقرف جراغته. بعد الامتحان مباشرة تان بعد يمتحن على التابلت. انا انت بتكلم على النظام الاسد ايه اللي. اه. اه. في بعض ال. لا ليسة تقريبا. اه. ليسة هو مضوحش شكل نهاي. بس ده هيبقى هو اه الطالب عارف ان هو الاجابة الصحيحة من عذب الصحيحة في نفس الوقت. لو احنا نتكلم انت بتكلم على النظام الاي سي دي ال. ايه. النظام الاي سي دي ال. ايه. كله نظام اختياري. ايه. وقد بل سيادتك. انما هتوبى في بعض الحاجات المقالية. الاسئلة متنوعة. اما اسئلة متنوعة. الموجودة مثلا زي اللغة العربية او اللغة الانجليزية ما اعتقد هتحتاج الى. اه. لا وهيكتب ويعمل كل نهاية. اه. وان ان الطالب هيكتب فلابد ان هما تتصحح يعني. يعني اعرف الحضرتك ان الورقة جنب التابلت. الورقة جنب التابلت. يعني همتحن الورقة جنب التابلت. لا. لا لا. همتحن على التابلت. همتحن على التابلت نفسه. يبقى ما فيش ورقة خالص. ما فيش ورقة. وصحح الالكتروني بار وحيصحح الالكتروني عمات النظام ده بدأ يؤتي سماره من امتحانات ومن دولة بغض النظر عن العربي يؤتي سماره فعلا وشايف البنت أنا عندي بنت سنة عامة من سريعة جدا للنظام ده الحمد لله والليس ان شاء الله اللي جاي واللي جاي والامتحانات القادمة والنظام كله يبقى ان شاء الله شكرا نستاذ هلال متشكين جدا متشكين يا بش معظم الله يا دكتور انت بتكلم على رخصة مزاولة التدريب في الاول هيتم من خلال الاكاديمية مش هتضرب الناس انما هتحط الحقائب التدريبية وبعد انت يفتح للجامعات أنا بطبيعة الحال المعلم المصري لو انت ما ألزمتوش بفترات معينة باختبارات وملف كامل يقدموا في خلال الفترة هم بنرقيهم كل خمس سنوات طيب دي برضو لسه بنفكر فيها هل تبقى اقل اكتر شوية اقل شوية يعني لسه بندرسها انما حضر لك داخل تترق طيب قرية الحقائب ما تدربتش مش محتاج تدريب حضر لك مدرس شاطر مش عايز تتدرب براحتك بنقول كده حضر لك شاطر وممتاز وكويس جدا ومش عايز تتدرب خلاص ما تتدرب عايز تروح اي جامعة في مكانك اتدرب في محافظتك في اقدرتك اتدرب هنفتح كل الدنيا يعني كده احنا معناه كده هنفتح لي الشركات القطاع الخاص مش خاص كل الجامعات كل ما يتعلق بالتدريب نركز الاول على اه المراكز البحثية مثلا والجامعات ونفتح لهم التدريب والحقائب كله تبقى على موقع الاكاديمية ونفتح لهم ونقول لكل المعلمين انا معلم شاطر ومش عايز ااخد تدريبها انتو ما تدربونيش ولا تضيعوا لي الوقت انا عندي حصص وعندي مدرسة في معلمك احنا جبنا الحاجات دي كلها من الاستمرارات اللي بنعملها للمعلمين بعد نهاية التدريب لانا في عدد كبير منه متوافق على الكلام والرأي ده فاحنا بنفتح له هنقول له طب خلال انت قريت وذكرت وقدمت لنا ملف كامل عملت ايه في الخمس سنوات اللي فات خدت دورات تدريبية خد قريت حاجة اشتركت في مؤتمرات اشتركت في ابحاث اشتركت في دراسات عملت اي حاجة نميت من نفسك معنا يعني انت من نفسك او طب خلال احنا هنعمل له اختبار اونلاين نص ساعة ولا حاجة كده ببساطة وفي اقدرته وفي مكانه وده اللي هنعمل له بقى زي الاي سي دي لننزله الاختبار وتسحح له هو قاعد وهو يترأى اما خش تاني لو حتى لو لو سقط في يخدش بعد شهر تاني هنبقى العملية مفتوحة وسهلة وبسيطة لسه بندرس الموضوع دوت مع انا معتز من الاسكندرية انا بيك يا سيد معتز السلام عليكم احبا شكرا للقناة افضل اه لو سمحت الولاد كانوا بيقولوا ان الاجابات في العربي كانت متقاربة جديرا من بعضها وان هم طلعوا من الامتعان وكانوش عارفين ان الاجابة هي اللي صح بتقول ايها معتز بقول حضرتك الاولاد كانوا بيقولوا ان الامتحان العربي كان الاجابات كلها تعتبر صحيحة وان هم طلعوا من الامتحان ومش عارفين لحد دلوقتي كانوا الاجابة هي اللي صح هو في الاول والاخير ان ده ده نظام تجريبي امتحان تجريبي انا بدربك على الامتحان بتاع النهاية العام لا وهو ده معليش برضو اه حتة اولى ولوان انا مش مانو يعني انا اصلا في الامتحانات طبعا فبجاوب بس على اساس ان انا كنت المركز الكامل لامتحانات انا او انا استاذ فيه فالامتحانات دي ذات المساوات العليا للتفكير دايما بتبقى الاجابات فعلا قريبة لبعض او يكاد بيكون فيه اجابة صح وفيه اجابة افضل وفيه اجابة هي اللي تاخد عليها الدرجة فهو ده هو ده الفهم اللي احنا بنقول عليه ما تحفظش وتقول هي الاجابة دي صح لا اللي فاهم بقى مش مش حافظ هو اللي هيعرف الاجابة الاصح ايه وفيه نقطة معنا هما كانوا تكلموا فيها برضو بعض الطلاب يا معتاز ان الامتحان العربي من خارج الكتاب شي طبيعي ان انا انا ما جبتلكش المبتدأ والخبر من خارج اللي انت درسه انما انا جبتلك القطعة من خارج الكتاب فانت بتطبق على القطعة اللي انت درسه في نفس السنة فدي برضو كان فيها اختلاف عندي بعض الطلاب وخاصة في القطعة بتاعة عنطراء اللي فاهم القصة اللي فاهم برضو اللي فاهم القصة اللي في الكتاب هيقدر يحل بفهمه للقصة جديد اي قصة جيلة هيحلها بنفس شكرا معتاز في سؤال تاني يا معتاز شكرا ايو دكتور نركع تاني للنظام التدريب دلوقتي في الانت دوبتة هنمنع كلهم بيسألون عن الامتحانات وكلهم مشغول بالامتحانات وانا احنا في الاكاديمية لا مش موضوع الاكاديمية اما الاكاديمية هي احنا تدريبات تدريب المعلمين فيما يتعلق بالصف الاول السنوي بالذات ولان هو بداية نظام تعليمي جديد او تقويم جديد بالنسبة للمحال السنوية فهنا احنا جايين للتدريب للأساس ما هو احنا بنتكلم على الاكاديمية باعتبارها جزء هام جدا فيما يتعلق بالانتحان وبيتعلق بالنظام الجديد واحنا عندنا توبونت زيرو اللي هو النظام الحقيقي اللي احنا نتكلم فيه لبداية تطوير التعليم المصري شاء الله هو ده سر الشغل بتاعنا كله اساسا هو تعليم البدايات اللي هي البدايات وتدريب المعلمين وخاصة رياض الاطفال بالذات وحنا عندنا عجز ومشاكل احنا هتكلم في هذا الموضوع باستفادة ومعانا تليفون تاني دكتور مجدي صديق من قصيوت انا يا استاذ صديق علو علو السلام عليكم وعليكم السلام اطلاق رجاء انا عاوز نسأل انا ادينا يسا عم السلام ناشي التابلت واول ما هنستلموه احنا هيدونا فترة نتدب عليها ولا ايه بالظبط هو انا اه 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 شي طبيعي هتتدرب عليه بس هي فيه نقط معنا عاز اقولك عليها ومين فينا مش معاه اه تابلت ولا مش معاه تليفون محمود يعني فا احنا كلنا بالتعامل مع التكنولوجيا خاصة ان انتو اشتر مننا كمان يعني انتو الجيل بتاعكو شاطر هيقدر اه يتعامل معاه اسرع مننا كتير وبعدين هيبقى فيه تدريب بالفعل في المدرسة المدرسين موجودين مدربين على معلمين وهايساعدوكم في داخل الفصل وفي خارج الفصل فيه كيفية التعامل مع التابلت والدخول على المواقع المختلفة التعليمية عشان مفيش مواقع خارج النظام التعليمي عندنا بنك المعرفة عندنا بنك الاسئلة عندنا موقع وزارة التربية والتعليم كل هذه الاشياء المناهج نفسها هتنزل على التابلت فكل ما يتعلق بالعملية التعليمية موجود عندك سواء كان باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو حتى اللغة الفرنسية ولعبة دور كبير جدا السفارة الفرنسية في ترجمة المناهج الخاصة باللغة الفرنسية فنعود مرة أخرى للدكتور مجدي ونكون لها متعلقة بالامتحان لما تجي الدورة عن الامتحان هتلاقي السؤال متعلق بمين برضو بالتدريب يعني بنلف ونروح ونرجع للتدريب يعني حتى السؤال بتاع صديق الأخير بيتكلم هل بيدربون عليه ولا مش هيدربون عليه هنرجع تاني ونتكلم على نظام التدريب المتعلق بمش هنقول ترقيق المعلمين هنتكلم دلوقتي على نظام التعليم الجديد اللي هو توبو ننتظره وده هو الواخد الخط الحقيقي للتطوير في مصر وليست أول سنوي إنما عشان كلمة سنوي فالناس كلها بتجري وراء كلمة سنوي إنما الناس ما نظرتش إلى التطوير الحقيقي للعملية التعليمية في مصر وهو رياض الأطفال والصف الأول السنوي ماذا تم من تدريب المعلمين خاصة رياض الأطفال وهي دي أزمة موجودة في مصر وكان في عجز في المعلمين معروفة في رياض الأطفال ماذا تم فيه تدريب معلمين أو ميسرين رياض الأطفال في النظام الجديد كم تدريب برضو الصف الأول لابتدائي ورياض الأطفال وعلى المناهج الجديدة اللي تم وضعها والمعلمين يعني الموضوع برضو مش جديد يعني بس ناخدها بهدوء أتلاقي الموضوع مش جديد وإلا برضو المعلمين كانوا رياض الأطفال وأولى ابتداء معلمين الفصل ما كان موجودين عندنا معلمين الفصل بس اتدربوا على المناهج الجديدة وازاي يدروها جوه داخل القاعات وداخل الفصول زي المدارس اليابانية زي المدارس الأخرى التجريبيات كل يعني الموضوع ناخده بهدوء وببساطة هتلاقيه هو هو هي هي التدريبات إنما في ضوء بنرجع تاني برضو ونقول في ضوء ايه تطوير النظام الجديد ايه النظام الجديد ما هو مناهج جديدة لرياض الأطفال بعض المواد إن الأطفال كانوا مكدسين بمقرارات جديدة على السنة فبدأوا ياخدوا لوقتي زي ما قال معالي الوزير برضو إن بدأوا ياخدوا في الباقة بتاعة أولى ابتدائي زائد اللغة الإنجليزية فقم ياخدوها من رياض الأطفال فتدربوا المعلمين على كل العدد المعلمين يتدربتون في رياض الأطفال آآ عدد المعلمين آآ عدد كبير في بالنسبة لرياض الأطفال آآ وقول ابتدائي آآ آآ يمكن أكثر من عشر تلاف معلم تقريبا يعني أنا معي الإحصاءات آآ يعني برضو آآ آآ لإن احنا اللي تدربوا عدد كبير جداً حاجة أو سبعة وتلاتين ألف أو حاجة آآ نعم سبعة وتلاتين ألف يمكن آآ لا دا كله يمكن آآ آآ لإن حسب مثلاً في آآ تمانية وعشرين ألف خمسمية وخمسين آآهو دي آآ كان في آآ بعض تدريب في مدة رياض الأطفال آآ وصل واحد وتلاتين ألف معلم آآ واحد وتلاتين ألف معلم لرياض الأطفال إنما الخمسة وعشرين دا منهم كان رياضيات لأولابتدائي وتانية وتالتة آآ 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 عدد كده آآ إنما الرياض الأطفال آآ اللي تدربوا على الباقة المعلمين واحد وتلاتين ألف معلم مستهدفين في نقطة معي آآ دكتور مجدي في نقطة مهمة جداً أنا هات إنت تطرقت لها سريعاً ويسبتها ومشيت بس أنا بعتبرها من أهم الأضايا بفعل اللي تحافظ على كيان المعلم وتحافظ على العملية التعليمية في مصر وتحافظ حتى على أولادنا أنفسهم وهي رخصة مزاورة المهنة رخصة مزاورة المهنة أنا عندي ناس كتير قوي بكل ملة مهنة له في بيشتغل في العملية التعليمية لدرجة أن أغلب العاملين في السناتر مش معلمين في التربية والتعليم مشكلة كبرى أخرى وهي في المدارس الخاصة بلك المدارس الخاصة بيتعين مدرسين غير تربويين وغير مؤهلين لهذا الموضوع ليه ما تتمش الأكاديمية بمنح رخصة مزاورة المهنة لهؤلاء اللي موجودين في المدارس الخاصة ويتم تدريبهم منحهم والرخصة وبالتالي بدل مصاحب المدرسة يهربوا ويجي الموجه بيسأل عليه ويقول له ده شغال في مشرف في المدرسة ليه ليه أنا ما حطش حد لهذه المشكلة بالرغم من دفئيدي وسهلة حلها ومفاش أي مشاكل وزي الفل واخد بلساتك أن أنا بديله تدريب بديله رخصة مزاورة المهنة حتى لو كل ثلاث سنوات أن أنا أتعامل معا في التدريب زيه زي معلم التربية والتعليم حتى حتى نصل إلى هذا الموضوع خلال فلساتك قبل ما نجاوم معنا عرف من الفيوم أهلا بيك عرف أهلا وسهلو عليكم أفند سهلو بركاتك فضل بقول لك أنا عايزة أسأل سؤال دلوقتي أفند فضل هو التدريب بعد ما نخلص أول ترمي مش إحنا نسلم في أول الترمي التاني صح؟ مزبوط بعد ما نخلص الترمي التاني حدركه ما تخضوه منه ولا لا هيكون معاك ما أنت عندك سنة تانية وعندك تالتة بعد كده يعني مش التخضوه منه لحد ما نخلص بقى ولا بعد ما تخلص ولا بعد ما يخلص مش هيرجعوه لسه لسه لا مش هيرجعوه آه هيبقى ملكك يعني هيبقى ملكه هياخده كده لأنه هيبدأ أول سنة واللي جاي هيستلمه بس لازم تحافظ عليه ما يتسرقش منك لأنك إبتا لو تسرق منك أو ضاع أخبر ساتك هتجيب واحد جديد بالفلوس يعني ببقى يوعاد الأربعة تلاف ونص يعني طب أيها فنزم تبتلوقتي مثلا لو عايزة أذكر عليه هتبقى البرامج التعليمية اللي عليه مجاني واللي لازم أن يبقى متوصل بنتة وأنا في البيت كل التصك أساسا في المدرسة موجود عندك الفايبر وعندك النت مراكز الشباب هيبقى مراكز الشباب هيكون موجود فيها كمان يعني فهيبقى متاح للنت يعني ماشا صندوق شكرا شكرا يا دكتور يا رأيك في هذا الموضوع آه لا التابلت آه على التابلت لا يعني مش هيرجعوه يعني أولى وتانية وتالتة هيبدأوا معاه بقى عشان كده إن برضو معاه الوزير صرح وإن في أولى سانوي كل سنة هيوزعوا تابلت آه ويمكن يبدأ تصنيعه بقى في مصر آه تقريبا يعني آه ويتوزع على طلبة أولى سانوي كل آه ويفضل معهم تانية وثالتة آه ويشتغلوا عليه وعليه كل المناهج وعليه كل حاجات من خلال اللي هو الفايبر الموجود في المدرسة أو في بعض مراكز الشباب أو في المكتبات العام كان في حاجات كده هيعلن عنها برضو الله وإنه هم يفتح ويذاكر ويقرأ ويتطلب ويشوف اللي هو عايزه والحاجة مفتوحة بغض نظر عن الناس فالتابلت لازم برضو آه اوضح يحافظوا عليه اوضح مقطة مهمة جدا بالنسبالكو التابلت هتستلموه هيقعد معاكو أولى وتانية وتالتة ده آه بتاعكو مش بتاع حد تاني حافظوا عليه عشان الدولة مش هتجيب لك انت تضيع أو مش هتجيب لك هيجيب لك مرة واحدة هي خلاص هي جبيت لك مرة واحدة مش هتجيب لك اكتر من مرة التابلت فحافظ عليه وهو ده ملكك في حالة الضياع الدولة هتسلمك واحد برضو عليه بس السعر بتاعه أربع تلاف ونص هتدفعهم لان الدولة مش مسؤولة عن ضياعك للتابلت اللي هو موجود معاك انت ليك عند الدولة تابلت احنا مجانا هندهو لك انما تضيعوا مش بتاعنا انما هو لو عطل ها لسه فيه اتفاقيات الوزارة مع عدد من الشركات المتخصصة ان هي للإصلاح عشان وما يروحش لأي حد يعني متاخدوش وتروح توديه لمركز سيان عشان يصون لا اذا فيه اماكن هتكون محددة بعينها هيقولك سين ووساط وكذا معروفين في كل محافظة انت اه وكل مدرسة هيكون عندها العنوين دي لما يحصل فيه مشكلة هيروح التابلت لهذا المكان عشان ما تنساش ان التابلت بتاعك ما انفعش انت لو اتفرمت لازم ترجع تحط عليه نفس البرامج بتاعة وزارة تربية والتعليم فمش اي حد هيقدر يحطيلك البرامج الا الشركات المتخصصة المتعقدة معاها وزارة تربية والتعليم يريد تلاحظوا وتقروا كويس قوي الشروط المتعلقة بالتابلت لانه معمول لصالح الطالب من ناحية العلمية من ناحية المهنية من ناحية حتى المذاكرة يعني انت مفيش اسقال يعني حتى انت صحيا الشنطة اللي كنت بتشيلها فيها مشكلة عندك انت شايل كم رهيب من من الكتب بتاع دلوقتي ما عادش خلاص هتمسيكه في ايدك او في الشنطة خاصة بالتابلت وانت رايح به المدرسة شكرا معانا دكتور مادام عفت من القاهرة اهلا مادام عفت اهلا بحضرتك يا ثاني اهلا بيكت فضال يا فندي بقول حضرتك هو الامتحان للشهر خمسة ده ده بيحسب من درجات السنوية عامة راقمية ولا سنة تجربية كلها لا لا هو في نقطة معانا مادام عفت انا عشان كده للأسف الشديد ان اغلب اولياء الامور والطلبة بيمشوا وراء اشعاد بتاعة الفيس والتواصل الاجتماعي الامتحان معروف ان سنة اولى دي سنة تجربية ايو سنة المجموع بتاعها لان هي حتى مفيش مجموع ايو مش هيحسب مش مضوع من ضمن التراكمة التراكمة هيكون على تانية وتالتة ايو مش هيكون على اولى اولى مش تباحة ايو انما الطالب اللي داخل اولى السنة الجاية هايكون من ضمن الثلاث سنوات سنة دي بس التراكمة بتاع السنوية العامة أتمنى أن الناس ما تمشيش وراء الإشعاعات لما يكون عندها شك ترجع لموقع وزارة التربية والتعليم ترجع للأماكن الرسمية عشان ماس ما نشتتش نفسينا ونمشي وراء الإشعاعات دي بتأثر على الطالب وانت عارفة مدام عفت بسألت سؤال برغم أنه أجاب عليه الوزير أكثر من مرة شكرا 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 فاصل ونعود شكرا 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 نعود مرة اخرى لموضوعنا الشيق والجميل المتعلق بتدريب المعلمين باعتمار ان احنا دخلين على مرحلة جديدة في التعليم المصري يعني مش عايز اتكلم كتير في موضوع الاشياءات المفروض الولي الامر والطالب عارف ان الاشاعات حتى في مجملها بشكل عام مش التعليم بس ان هي دايما بيكون لها جوانب سلبية اكتر من ايجابياتها لان هي اشاعة فما بتوصلش للحقيقة مدوم انت في اشاعة يعني بعيدا عن الحقيقة عشان نوصل للحقيقة لابد ان احنا نرجع للاماكن الصحيحة نرجع للناس المسئولين نرجع يعني زي ما نتكلم على الفتوى يعني ما ينفعش اي حد يفتي غير الازر ما ينفعش اي حد يفتي غير در الافتاء المصرية فما نقول ما ينفعش حد يتكلم عن التعليم الا من مصادر التعليم لان اي مسئول هتطلع منه فهو اللي وضع هذا النظام هو اللي اضرب بالخطط بتاعته فهي هنا نقدر نقول ان احنا وصلنا الى نقطة صحيحة من خلال المسئول مش اي حد ينشر حاجة موجودة لا انا ممكن ابص عليها واخدها ولكن ارجع ارجع للاصل بتاع الموضوع اللي هي وزارة تربية والتعليم موقع وزارة تربية والتعليم المسئولين في وزارة تربية والتعليم المختصين من وزارة تربية والتعليم انا مش عايز اقول لي سدك لا هتلاقي اعلامي موجود في التربية والتعليم ولا صحفي موجود في التربية والتعليم بيكتب على صفحته اشاعات انما دايما بياخد المصدر الخبر بتاعه من خلال المصدر الاساسي وهو المسئولين في وزارة تربية والتعليم المسؤولين عن هذا الموضوع مرة أخرى احنا من مرة أخرى أنا بقول لكم نصيحة من إعلامي وصحفي بلاش نمشي وراء كل ما يكتب على التواصل الاجتماعي ومش معناها أن أنا بقول لك ابعد عنه لا أبقول لك شوفوا ويتأكد من صحيحه إنما ما تقرهوش وتسيبه وتمشي وفي الآخر تكون النتيجة عكسية اللي أنت عايز تبحث عنه الحتة دي يا دكتور مجدي ودي حتة برضو نفسية وأنت أو أستاذ في المركز القومي للمتحانات على تأثير الإشاعة في الشغل بتاعكم مرتبطين يعني أكيد زي ما برضو بتقالي إذا كنا بنقول إذا كنا دربنا أو تم تدريب 40 ألف معلم في الصف الأول اللي ابتدأ وهو 31 ألف معلم في رياض الأطفال زي برضو الكلام برضو يعني ده حقائق وده الموجود وعلى مستوى كل المحافظات وتم تدريب النتيجة دول على مناهج جديدة وعلى نظام الجديد برضو ما نتوصلش بقى يعني خلينا ناخد الحاجة من مصادرة زي ما حداك قلت وما نلتفتش لأي حاجة وإحنا نقرأ ونشو حتى أوليها الأمور فيه دليل نازل أوليها الأمور فيه أراجع مع الطال أراجع مع إبن إذا كان في صفوف الأولى أو في أولى سنوات إحنا زي ما بنوضح وبنقول الدنيا ببساطة شديدة الامتحان أوبن بوك بيتسرب ليه ولا هيطلع ليه برضو مجرد كلام لكن فين القالات برضو المتسرب دكتور بعديس دك ليه تأثير سلبي برضو أو ليه لأن الطالب أنا كده ما دربتوش أخذ بالساتك هو ليه الامتحان قدامه وعجابه كأنه بيجاوب امتحان سابق فأنا هنا مساعدتوش فالتسريب خطأه عشان كده الدكتور طارق شوقي حول الموضوع للتحيي لو هو كان لك خلاص سيبه إنما هو المبدأ نفسه بتاع التسريب مبدأ الغش نفسه في حد ذاته ده ما 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 خلقش آآ مواطن صالح في حد ذاته في نفس الوقت اللي أنا هتديله الامتحان الطالب ده الامتحان اللي أنا مدربتوش عليه وهو تسرب ليه ما أنا تعلمته التواكل بغض النظر طبعا طبعا هي مصلحة الطالب هو الهدف هو تجريبي زي ما حاول بتقول تجريبي اختبار تجريبي أتسرب ليه وما لهوش درجات أتسرب ليه وحتى لو تسرب وحتى لو تسرب ايه القضية فيها احنا سنعنا هي تسرب السلب على الطالب نفسه هسرب ازاي وهسربه طب ليه وهياخده عشان يحله كويس ما لهوش درجات احنا هزين الطالب يتدرب عرف ده زي ما هياخد التابلت ويبدأ يتدرب عليه هيبقى عليه اكيد طبعا اختبار تقين اكيد حاجة عليه برضو تجريبي يبقى طيب يبقى احنا برضو مفهود نفهم ونعقل وأولا الأمور يساعدونا على المفهوم ده وعلى الفهم دوت عشان انا بس دكتور مجد صراحة انا بقيت نفس كلامك بس انا لحظت كثيرا من هولياء الأمور ان هو والطلبة نفسهم بدأ فيه ارتياح شديد جدا بمجرد ما بدأ امتحان الاحياء يمكن كان فيه لغة على اللغة العربية باعتبارها ان هي اول امتحان وفي نفس الوقت ده لغة عشان فراعوا اللغة العربية صفة معروفة بصفة عامة واول مرة واول امتحان انما لما جال الاحياء الاحياء ارتياحية شديدة كان عاصل ارتياح لدى الطلبة أولا الأمور وكان فيه بعض الطلبة مبسوطين جدا 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 من هذا المستوى وفيه بعض الطلبة اللي هما اساسا اللي عندهم مشكلة الحفظ ايوه المشكلة الفهم قصي الفهم اه الفهم لما بيجي الطالب يكون اه يحب الفهم وما يحبش الحفظ دوبة كاريسة عنده يعني هو زكي جدا بس مش مش قادر يحفظ فيه بعض الطلبة كنا بنشوف حالات لان من خلال خبراتنا وما بنزلوا وقراء المعلمين واحنا بنضربهم والحاجات اللي بتحصل دي كلها كان يقولك فيه طلبة عنده او نسمع بيحفظوهم في السنتر مسألة الرياضيات ايه هو هو المشكلة الله انا وعلا ساتف ما هي دي المشكلة اللي احنا فيها طوال عشرات سنوات اللي فاتت هو ان السنتر بيحفظو بيدي له الشكل الامتحان لانه هو بيجاوب له ايه امتحان السنة اللي فاتت واللي ابلية واللي ابلية واللي ابلية يخليه يحفظو شكل السؤال الله نور على ساتف فهو مجه يكون حافظ شكل السؤال نفسه لما بييجي بيحط نفس الخطوات بنفس بنفس الطريقة بنفس القانون ويشتغل عليه حتى لو انت سألته بعد الامتحان ما خلص ما خلاص ما مش عارفه يعني طبعا المادة بيرميها خلاص نسي كل حاجة امتحنوا فيها تاني بعدها بيوم مش هيعرف تاني ولا يجيب حتى سبعين في الماء مش هيقدر دا الفرق بس نوران من المانيا آن بيكو نوران أيوة سلام عليكم وفند السلام عليكم معاليش انا كنت عايز اعلق حضرتك بس على موضوع ان الامتحان ما تصرفش حضرتك امتحان الفرنساوي النهاردة في مغاغة اتصرف بالكلمة بيه هو بغرافيا اتصرف بكرة انا ما قلتش انه ما اتصرفش لا هو اتصرف يعني حضرتك فيه استاذ فرنساوي عطل حصة بتسعين جنيه الساعة خمسة الفجر وكان متصرف بالكلمة طب ايه الفكر في كده ان البناتنا علوه وراحوا كتبوه في الامتحان ايه الفكر ايه المزوم الجديد في كده انت عندك ما ده اللي احنا كنا بتكلم فينا ودكتور ماجدي يعني هو هو الهدف منه التدريب للطالب عشان يتعود على امتحان اخر السنة طب انا ما دوم عططهوله ودوم اتصرب يعني ايه بيتصرب ليه الهدف ايه عشان الطالب ده خلق عارف حله يعني هو ما تدربش ما تدربش ما شغلتش دماغه ما شغلتش وعدين هو هيدربه على ايه اذا كان هو على الفهم هيدرب ما منفعش السنتر يدرب الطالب عانه يفهم ازاي صعب 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 وبعدين هيحلله بطريقة المدرس طب هو فهم زي المعلم هيخش يكتب زي ما المعلم قال له برضو يعني حفظ اللي قاله له المعلم يبقى برضو مافهمش يبقى ما تدربش صح مصبوط طيب ما برضو مش فيه نقط عايزين نتكلم فيها دكتور مجدي اه بصراحة شبيدة جدا المسؤول عن وضع الامتحانات هو المركز القومي الامتحانات والتقومي التربوي دي نقطة لازم الكل تمام معرفة صح الاكاديمية المهنية للمعلمين هي المسؤولة عن تدريب المعلمين هل يوجد تواصل مبيني الاتنين خاصة فيما يتعلق بنظام الامتحان وشكل الامتحان وما دور المستشارين في اختيار ولا النقطة دي ده خاصة بدكتور رضا حجازي اه دور المستشارين معهم بس لنا انا اعرف يعني برضو اللي انا عارف وبحاول او يعني اللي مسموح ليه ان انا بتكلم فيه ازا كان عن المركز او عن لكن دايما ازا كان المركز يقوموا من الامتحانات بيوضع الاسئلة ومعاهم مجموعة من المستشارين على مستوى المهند لان هي بتبقى لجان لجان بتوضع الامتحانات اللي اتضربوا عليها وبالذات الامتحانات الجيدة تضربوا عليها واضعوا الامتحانات اه احنا دربنا او ازا كان فيه اذا درار تم تدريب تم تدريب بالمعلم مش على المواد مش على اختبارات لا لا انا بتكلم يعني الربط مش هنا لا لا لسه ما فيش انا بتكلم على الاختبار انت دلوقتي اه مركز الامتحانات جبت مجموعة من الناس عشان ايه وشكتوه في شكل اللي جان حسب تخصص ده موجودين في المركز اه لا او خارج المركز برد وخارج طبعا افضل اساس المركز تم تدريب المعلمين على شكل السؤال الجديد وعلى وضع السؤال الجديد من خلال الاكاديمية لا ولا تم الاكتفاء كامل من خلال المركز القومي اينا لا ومن هنا جاءت المشكلة بتاعة اه اه امتحان الاحيال لا ايه الامتحانات تمت بتدريب الخبراء لمركز الامتحانات خبراء في وضع الامتحانات ذات مستقلات العليا مع خبراء المركز قاون امتحانات. قسم التطوير بالزات. اه هم اللي وضعوا الامتحانات بدون تدخل اكاديمي. بدون تدخل اكاديمي. اه. يعني احنا المفروض الفترة اللي جاية. احنا ما ندربش على امتحانات والحاجات. لا ندرب المعلمين على حاجات تانية زي ما شفت حضركم قلنا الاعداد دي كلها على ايه مناهج الصوف الاولى اه اولى سنة ويدير الدنيا زي يعرف بنك المعرفة ازاي يشتغل عليه ازاي? على التابلت زي الشغل ده. كده انما اكيد هيبقى فيه ربط ممكن. لازم يكون الفترة. لازم يبقى فيه. بالزبط اه. على شكل جديد للامتحانات. لا تعتمد على الحفظ والتلقين. اكيد. لازم الميدان نفسه يتدرب سواء كان معلم. لازم لازم يدرب ولاده على ايه? عندنا تدريبات ازا كانت خاصة بالمواد الدراسية. لازم هتر ارجع للمركز ناخد منه ما انها دربه على ايه? هدربه ازاي بقى يعلم على الامتحانات اللي بتيجي. والاين. وعلى المستوات العلية اللي دي خطوة لسه. ماذا? لسه ماذا? لسه لسه بس هتتعلم ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا لازم. كلنا كلنا شغل واحد. ان شاء الله. اه سعيد من الجيز انا يا استه سعيد. اه. انا استه سعيد. سلام عليكم. بتفضل استه سعيد. اه. كنت بالنسبة للطلبة اللي هما الخدمات المنازل ذلك هو يحضر فترة رسئية اي ما نقول لسانتك موزئية زي المنازل ده مدارس رسمية حكومية أساسا كل ما هو رسمي وخاص هياخد التابلت طيب فيه سؤال برد تاني بالنسبة للمدارس اللي هي التجريبي واللغات وكده دول المنهج بتاعهم مدارس المنهج بتاع الحكومي طب المنهج هنا هي مختلف اللغة هيت ده انجليزي وده هنا انجليزي وده انجليزي عربي كله موجود كل اللي سيادتك بتكلم عنه موجود كله موجود على التابلت عايزه بالانجليزي عايزه عرب لو دخلت على بنك المعارفة على اي تجربة من التجارب موجودة في الاحيان او في الكميسري او كل المتعلق بمواد العلوم هتلاقي التجربة موجودة بالعربي واللغة الاجنبية ولسه كنا احنا بتكلم في اول حلقة ان حتى المدارس الفرنسية ساهمت السفارة الفرنسية مع وزارة التربية والتعليم في ترجمتها الى اللغة الفرنسية فكل شيء موجود يعني حتى المستشارين دلوقتي بيعكوفوا مع المركز القاومي الامتحانات التقويم التربوي وعلى مع وزارة التربية والتعليم والتطوير التكنولوجي ان هم يخلصوا كل بنك المعارفة بكل اللغات وكل اللغات خاله هو موجود عليه موجود المناهج شكرا سيد سعيد شكرا المناهج موجودة عربي وانجلش موجودة ومترجم تختار بالزرار معليل وزير شرح شرح الموضوع ده اكتر من مرة بيقولك نغير بزرار بيدوس كده يترجم عربي يدوس كده مترجم خلاص لأ هو موجودة تجارب في كل المواد شكرا لك دكتور مجدي والحلقة بتاعتك خلصت سريعا احنا كنا عايزين وقت معك اكبر اطول شكرا لكو سيدة المشاهدين وسريعا كده مع الحلقة بتاعتنا وما تم فيها احنا اتكلمنا على موضوع التابلت وممكن هو اللي خد الوقت الطويل عندنا ان هو التابلت سيتسلمه الطالب وهيستمر معاه لمدة 3 سنوات ولابد ان هو يحافظ عليه لان هو لو فقد او ضاع منه هيتحمل مصرفاته اللي 4,500 جنيه عشان الوزارة هي اللي هتحط عليه المناهج واتحط عليه البرامج المتعلقة به نمر اتنين احنا اتكلمنا على نظام امتحان اولى سنوي وعمليات التسريب والغش واحنا بنقول ان دي عملية يعني عملية تدريبية في تدريب للطالب فالطالب هو اللي هيخسر من اكتر من اي حد تاني الموضوعات كتيرة اوي وتكلمنا عن تدريب المعلمين في اولى سنوي واتكلمنا على ال 2.1.0 واللي هون ابتدائي والتاني ابتدائي وبعدين في بعض اولياء الامور تحدثوا عن مشاكل الامتحانات واجبنا عليها الدكتور الوزير قال الامتحانين بتوع اخر السنة لا فيهم غش ولا فيهم تسريب وهيكون الامتحان من خلال التابلت مباشرة بينه وبين الطالب وان التابلت هيتسلم كله بالكامل بعد اجازة نصف العام وهو موجود حاليا في مخازن وزارة التربية والتعليم وهيتم وضع خطة عشان يتم تسليمه بالتوازي مع المحافظات كلها مع بعضيها حلقتنا فيها موضوعات كتيرة جدا واتمنى التواصل المستمر مع قناة مصر التعليمية وبرنامج صفحة صفحة لو انتم عايزين تعرفوا اي استفسارات او اي معلومات تتعلق بالعملية التعليمية احنا مخصصين معاكم والحلقة تنزل على اليوتيوب وهننزل ملخص بتاعها ويريد التواصل يكون مستمر على تليفونات القناة وعلى الموقع الخاص بالقناة شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة وبرنامجكم صفحة وصفحة وضفنا الدكتور مجدي شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم